موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا العدد من برنامج أيادي أتغيير هذا العدد الذي نحتفي فيه في شهر مارس بالمرأة الجزائرية وهي التي تحتفي بيومها العالمي ونسعد فيه باستضافة نماذج راقية للمرأة الجزائرية بعيدا عن أدوارها التقليدية حيث كانت دائما سندا للرجل من ميدان التحرير إلى ميدان بناء النشأ والدولة وصولا إلى الإسهام في التغيير مشاهدين الكرام أسعد باستضافة نخبة من نساء الجزائر الحرائر اللائي نجحنا في مشوارهن المهني بدءا من على يميني مع السيدة جازية فليس المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بولاية الجزائر أهلا بك سيدتي أرحب كذلك بسيدة نبيلة بن سالم مستشارة بمؤسسة قادة الشباب الجزائري أهلا بك أهلا وسهلا شكرا وأسعد كذلك بالترحيب بالسيدة أيد صدوق شفيقة رئيسة مكتب ولاية زيوزو في الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني مرحبا بك وأنا أسعد ويطيب لي كذلك الترحيب بالسيدة مونيا شادي صاحبة شركة لصناعة المستلزمات الطبية مرحبا بك سيدتي شكرا إذن مشاهدين الكرام بدأ ببدء نستهل نقاشنا مع السيدة جازية تفليس المندوبة المحلي لوسيط الجمهورية بولاية الجزائر منصب وسيط الجمهورية منصب حديث في النظام الجزائري حدثينا عن تجربتك مع هذه المهمة النبيلة والكبيرة التي نعتز بأن تتبوأ مرأة هذا المنصب ولن نشكركم على الدعوة الكريمة ومن خلالها نحيي جميع النساء الجزائريات بمناسبة يومهم العالمي 8 مارس كما تفضلتم وساطة الجمهورية هي هيئة مستحدة هيئة رئاسية مستحدة بموجب المرسوم الرئاسي منذ شهر فبري سنة 2020 المندوبية المحلية لوساطة الجمهورية على مستويلة الجزائر فتحت أبوابها تقريبا شهر أكتوبر 2020 هي الدولة الأساسية تحتها كما جاء في المرسوم الرئاسي تقريبا مؤسسة الدولة من المواطن هيئة رئاسية محلية لتكون تعمل مباشرة مع المواطن على المستوى الولاية بمعنى هذه الهيئة هي هيئة التي تعمل على رفع الغبن واسترجاع ثقة بين المواطن والدولة مهمة نبيلة وكبيرة كبيرة نعم نسأل الله لك التوفيق في هذه المهمة سيدة نبيلة بن سالم وأنت المستشارة بمؤسس قادة الشباب الجزائري وهي إحدى المؤسسات الناشرة في تأكوين الشباب الجزائري خدمة للوطن حدثين عن تجربتي مع هذه المؤسسة نعم إذن أولا أحيي كل إمرأة جزائرية بمناسبة شهرها شهر مارس وأقول أن هذا اليوم العالمي معروف أنه يوم المرأة ولكن أيضا هناك جزء مهم جدا لهو يوم المرأة والسلم فالكثير يتحدث عن المرأة دون أن يتحدث عن السلم وهنا أريد أن أنوه إذا تسمح لي أن المرأة الجزائرية ساهمت في بناء السلم منذ أن أسست المملكة تحف الجنوب الجزائري إلى أن دوخت جنرالات فرنسا في بلاد القبائل إلى ثورة البناء والتشييد بعد الاستقلال ثم العشرية السوداء ومعانت منه المرأة الجزائرية والتي كانت سببا في عودة الأخ والأب والزوج والابن إلى حضن الوطن بدل حضن الجبل وعليه موضوع مؤسسة قادة شباب الجزائري نحن كشباب وكفاءات معروف أننا نعمل لكن كل واحد يعمل الوحده فكانت فكرة أنه يجب علينا أن نتكتل وأن نتجمع في إطار هيئة معتمدة من الداخلية باسم مؤسسة الشباب أو قادة الشباب الجزائري الهدف هو رفع الوعي والتكوين والتوعية سواء للشباب أو حتى الشابات مجموعة من الإطارات لديها هدف واحد وهو أن نكون نحن كشباب قوة اقتراح وقوة شبابية يمكنها أن تصنع الفارق لملايش الله مستقبلا خاصة عندما تكون كفاءات نسوية مميزة داخل هذه المؤسسة هي مؤسسة فتية ولكن عناصرها أصحاب خبرة أصحاب ميدان في الجانب سواء المجتمع المدني وكل وخبرته ومجاله نعم وحتى الأمم المتحدة تحتفي بدور المرأة في إحلال السلم والأمن في شهر أكتوبر من كل سنة سيدة أيت صدوق شفيقة تحدثت الأستاذ بن سالم على دور مهم للمرأة وهو دورها في المجتمع المدني وأنت رئيسة مكتب باتكي كيف تعيشين وأنت المرأة إسهامات المرأة في منطقة مثل ولاية تيزيوزو في المعروفة بأن المرأة لها مهاكانة كبيرة وأدوار تقليدية من خلال مختلف تلك الصور التي طالما نشاهدها في الاحتفالات بأعياد السنة الأمازيغية أو الاحتفالات بمختلف الأحداث التاريخية ومثلا جني الزيتون إلى غير ذلك أولا أشكركم على الدعوة وأنكم أوتيحت لنا الفرصة من هذا المنبر أن نخطب المرأة الجزائرية ككل ونعرف بالاتحادية الوطنية للمجتمع المدني وهي اتحادية وطنية سابقا المجتمع الممدني ممثل بجمعيات فأتت الفكرة أنه لما لا كل هذه الجمعيات وهذه الطاقة الشبابية للمرأة أو الرجل أو الشاب الجزائري تكون تحت طائلة اتحادية نعمل يد في يد واحدة لبناء الوطن ومجتمع مدني سليم مكمل لدور السلطة ويساعد الدولة في مختلف مشاريعها وبعد هذه الجولة مشاهدين الكرام من المرأة المسؤول إلى المرأة الناشرة إقليميا في المجتمع المدني والمجتمع المحلي أسعد بالحديث مع سيدة مونيا شادي صاحبة مؤسسة وشركة لصناعة المستزمات الطبية معروف أن المرأة الجزائرية أدوارها تتعدد لكن أن تستطيع أن تكون في منصب صاحبة مؤسسة لصناعات فهذا مكسب كبير للمرأة الجزائرية سيدة مونيا شكرا للاستثيافة أولا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يصرون يتقدم بالتهاني الخاصة لكل النساء الجزائريات أنا هذه الفكرة قررت إنشاء شركتي التي هي المتخصصة في صناعة ضمدات لصيقات المستزمات الطبية كانت عن تحدي ورفع تحدي للمرأة وتغيير النظرة المرأة الجزائرية أنها عندها كل المكانات باحتاجها تكون في نفس المستوى التي هي صناعات مجال صناعة هو مجال صعب في وقت ما كان صور المطيح حكرا على الرجال هذا الميدان كان ميدان الدبطر ميدان كثير متخصص للرجال كالنساء وكي تحقق مصنع وتخمم في الصناعة كان مجال ستنديفي لأخذته قررت نبرهن حتى نساهم في الاقتصاد الوطني ونكون في نفس مستوى النساء لنجحه في الدول المجاورة والدول العالم في نفس المجال نعم ونحن في برامج أيدي التغيير دائما نسعى لتسويق للنموذج والقدوة للنجاح في مختلف المجالات وأعود للنقاش بالسيدة جازية تفليس المندوب المحلي لوسيطة الجمهورية بولاية الجزائر العاصمة سيدة جازية شهدنا منذ يومين معاك في مقر المندوبية ذلك جو العمل في حضور مختلف طاقم المندوبية بحضور عدد كبير من المواطنين الذين يترقون باب وسيطة الجمهورية لنقل انشغالاتهم المختلفة ما هي الانشغالات التي ينقلها إليكم المواطن في يومياتكم يوميات عملكم سيدتي أولا نمأكد على طريقة العمل تعناه كما قلت سابقا هي هيئة رئاسية على مستوى محلي لتقرب المواطن من المؤسسات الدولة نحن على مستوى مندوبية المحلية لولاية الجزائر أيام الاستقبال كل يوم الأبواب مفتوحة لأن المواطن كما جيتوا وشفتوا عندنا كان عندهم مشاكل لتخص جميع القطاعات في بعض الأحيان يكونوا مشاكل مستعجلة ونقرق لها من بعد كان مشاكل إدارية على مستوى الصحة التمدرس لا ندخل في القطاع الاقتصادي الصناعي سكن بجميع الصياغ تاعو دخلنا لنحلوا مشاكل لعانى من هالمواطن لسنين وسنين وليما لقاش تواصل جيد على مستوى الإدارات المعنية ورقوا جيتوا وشفتوا العدد الهائل للمواطنين ليجونا يوميا على المستوى المقر المندوبية المحلية لولاية الجزائر لأنهم ما عندهم مشوين يلتجوا سيدتي فقط هنا أستسمعك أنت تتكلمين عن هذه النقطة تحديدا لاحظنا أن سلاحكم الأول في هذه المهمة هو الاستماع الجيد للمواطن بطبيعة الحال كما تعلمون أن المرسوم الرئاسي يحدد باللي يقول وساطة الجمهورية على المستوى الوطني ولا وساطة الجمهورية على المستوى الوحلي هي خليط إصغاء وإنسات المواطن كي جيش كي راه مدى به إدارة تتكفل وتأخذ الوقت باش تسمع الإنشغال لأنه كي الناس من فئات مختلفة كما شفته كي الناس مسنين كي الناس عندهم مشاكل مدى به يحكي كي الناس مايش فاهمة الميلة فتحها لو كان ما تاخدش الوقت تاعك وتسي تحلل المشكل ما تعرفش أولاً لي من الإدارة اللي حت تتاجها لها باش تقدر تتواصل معها وتحلوا المشكل تاعه هاد الوقت اللي ناخدوه مع كل مواطن وكي ما تفضلتو أنه أنا نستقبل شخصياً وعندي المساعدين تاعي مساعدين لي متكونين ياخدو راحتهم في الإنسات مع المواطنين صدقني راه عامل بسيكولوجي موش عامل إدارة البرك فقط لأنه يجونا مواطنين في حالات ركشفتوا يرتالها راهية رانا نمتصوا نمتصوا نحاولوا نحطوا نسترجعوا الثيقة على المواطن من هذا التعامل هذا ويحس المواطن بالإنشغال رغم تكفل به بطريقة جدية مهم جداً أنه المواطن يدخل هيئة رئاسية على المستوى المحلي يلقى الاحترام يلقى حسن الإصغاء يلقى التكفل جدي بالإنشغال تاعه نعم وهو المطلوب من وسيط الجمهورية أنه يتكفل منشغالات المواطنين ويكون تلك الأذن الساغية لمختلف إنشغالاته ومشاكل سيدنا بلما ساربو أنت مستشارة في الإطار الجمعوي ولكن نشاطات إقليمية وعربية الأكيد أنه دائماً تدخلون في مقارنات بين ما وصلت إليه المرأة الجزائرية ونظيراتها من النساء العربيات على الإنسحة تعبير على الأقل في هذا الإطار كيف هو واقع ووضع المرأة الجزائرية سواء تعالق الأمر بمختلف حقوقها السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية وصولاً إلى أدوارها التقليدية نعم شكراً على السؤال يعني شخصياً حسب التجربة التاعية يعني في عدة ملتقيات شاركت فيها عنشطة أيضاً إقليمية كما ذكرت أستطيع القول وبكل فخر أن المرأة الجزائرية يعني وصلت إلى مستوى جداً مقبول مقارنة بنساء يعني في المنطقة عموماً لقوة مثلاً في المجالس المنتخبة المرأة عندها حضور في الجانب الاقتصادي أيضاً المرأة عندها حضور حتى مجتمع مدني حضور كبير وكبير جداً للمرأة سواء جانب خيري أو جانب آخر بينما مقارنة ببعض البلدان خاصة في المنطقة نلقى أن الحضور تحى نوعاً ما غير كافي بالقدر الذي يظهرها في المجتمع ديالها فأنا هنا نقول لأن المرأة الجزائرية حققت خطوة كبيرة خاصة نقول في العشرين سنة الأخيرة لأن أثبتت حضورها بكفاءتها بمهارتها كنت قلت مرة في ملتقى أن نحن نتميز وليس مبالغة وإنما المرأة الجزائرية عندها ذكاء وعندها رغبة وإرادة في العمل وفي إثبات الكفاءة تحى وهذا يظهر في جميع المجالات والدليل الحمد لله نحن مجموعة ناشطات في مختلف الهيئات فهذا الحضور وهذا التنوع هو غينة للبلد التعنى إن شاء الله يكون وقوة لدولة وخاصة في مختلف القوانين الجديدة النظمة لدور المرأة سيدتي من خلال دستور الذي يكرز دور المرأة في أرحيات سياسية وتبوءها للمناصب العليا للدولة وكذلك في قانون الانتخابات الأخير الذي تطرق إلى وجود المناصفة للمرأة في القوائم الانتخابية وهي كلها عناصر تدعم دور المرأة وحضورها في المجتمع سيدة أيد صدوق شفيقة ونحن نتحدث عن دور المرأة في المجتمع المدني كذلك المرأة مطالبة بأنها تأخذ المشعل وتساهم إلى جنب أخيها الرجل في مختلف التظاهرات ورسم تلك الصورة للدولة المتحضرة التي تقف فيها دولة جنب أليا للرجل في مختلف النشاطات شكرك على السؤال كرئيسة ولاية في اتحادية وطنية لمجتمع المدني لتنشط في تقريبا 24 مجال عندنا من الفن والثقافة حتى شؤون خارجية والجالية بالخارج تفتحون على مختلف انشغالات المواطن وعلى مختلف النشاطات بارك الله فيك وهذا يخلي المسؤولية كبيرة لأنك ما بين ما تتحدد معك تشد المكلف بالصحة والاجتماعي وشؤون الاجتماعية راح يكون عندك فئة فئة اللي تتعامل معها مشي نفس درجة الوعي ولا الكومينيكاسيون كيفاش الواحد يتحدث معاه مشي نفس طريقة لتتحدث مع واحدة جالية بالخارج أو في الفن والثقافة نعم وهي نقطة مهمة جدا أعود بالنقاش كذلك في هذا السياق لأسيدة مونيا شادي سيدة شفيقة تحدثت عن الدوار التقليدية للمرأة ونحن نعرف دائما أن الدور التقليدي للمرأة وهو معروف سواء في مجتمعنا أو في مختلف المجتمعات أن الدور التقليدي للمرأة هو أن تكون ربة بيت أستغل وجودك معنا لأسألك سؤال واضح وصريح ما هو الفرق بين أن تكون المرأة ربة بيت وأن تكون ربة مؤسسة اقتصادية تنشط في مجال اقتصادي مهم ومطلوب شكرا على السؤال أولا أن المرأة بدورها هي ربة بيت يعني المرأة لمسؤولة لصاحبة شركة هي تعمل نفس الدور يعني الفرق هي ربة بيت والجانب الثاني هي صاحبة شركة يعني عندها مسؤولية أخرتها كلهم مسؤوليات المسؤولية هي لازم تنجح في المسؤولية تاعك سواء ربة بيت لازم تنجح في تربية والأولاد وكل المسؤولية صاحبة شركة هي عندها هدف هو لازم مثلا أنا في المجال تاعي اللي هو صناعة هو المجال الصيدلاني والشبه الصيدلاني هو مجال نقدر نقوله عليه لازم يكون فيه تحدي هو تحديات المرأة والمرأة الجزائرية معروفة بالتحدي ومرأة الجزائرية هي مرأة تقدر برهنة مكانتها واليوم احنا برهنة مكانتنا لأنه نقدر نصنعه في الجزائر ونكونه في نفس المعايير وفي نفس المستوى للشركات العالمية ونقدمه أحسن جودة للمستهلك الجزائري تبقى للمعايير والمقاسات الدولية ونفس الشيء لربة البيت ممكن الأم هي أم تنجح وتوعي باش تقدر تنشأ مؤسسة لنقدر نروح بها بعيد والأسرة هي المؤسسة الرئيسية في بناء المجتمع كيف مكان هذا المجتمع سيدة جازية تطرقت سيدة موليا إلى نقطة مهمة جدا وهو دور المرأة كربة البيت وكذلك كمسؤولة عن مؤسسة أنت مسؤولة عن مؤسسة مهمة جدا في كثير من الأحيان ألا تحضر فيك تلك العطفة للتعامل كربة أسرة مع مختلف النمازج التي تصير إليك من عائلات من أسر من أمهات صدقني سنكون صريحة معك أنا أحساسة كتير خاصة أن نرى الأطفال بطبيعة الحالة أنا أم قبل كل شيء دخلنا باش نحلوا مشاكل تع أطفال عندهم أمراض مستعصية نشكر الإدارة المحلية مديرية الصحة لمستويدات الجزاء اللي دايما تتواصل معنا في هذا الشأن نشكر للمختلف القطاعات النشاط الاجتماعي القطاعات المختصة في هذا الإطار كما تعلمون لا يصلح المجتمع بلما تصلح الأسرة نعم وعما الأسرة هي المرأة كوني كمسؤولة لا يتنافع أنه نصير الأمور هناك توازن هناك توازن الإنسان باش يكون ناجح في حياته وكمهندسة في التخطيط أولا التكوين مصارك تكويني نعم التكوين مصارك تكويني نعم التكوين الأساسي هو مهندسة في التخطيط أنه نطبق هذا الأمر في الحياة الخاصة تاعي ولا في الحياة المهنية لنقدر نوفق بين تنين ونقدر أولا كما شفتو عندنا المهمة كبيرة وعدد المواطنين استقبلوهم عدد هائل لو كان واحد ما يكونش منظم ما يقدرش يسير هذه الأمور يسيرها بعقلانية ويسيرها وين يكون النتائج أيضا تسير ما وش في التسير تسيره في النتائج اللي نسعى ونحققوها نقطة جدا التي تتفقين فيها مع سيدة مونيا وهي مسألة النجاح في الوصول إلى الهدف الأهداف أنا الهدف تاعي هو إرضاء المواطنين نعم الهدف تاعي أن نمتص هذاك كين واحد الإحساس أن المواطن الجزائري ماذا به الإدارة تعود تكون قريبة له ماذا به الإدارة تعود تسمع له ماذا به يلقى مؤسسة جدية لتتكفل بالإنشغال تاعوا نقوم على هذا الشيء يوميا كل يوم نسعى لتحقيق هذا الشيء وهو المهمة التي رغم المختلف نوعية الإنشغالات وليس في قطاع واحد ولا تنين ولا ثلاثة أي قطاعات مختلفة قطاعات اجتماعية اقتصادية مالية يعني يلزم الإنسان يكون متمكن نعم سيدة في هذا السياق أود أن أسألك سؤال خاص جدا أن المواطن الجزائري معروف أنه دائما فيه شبه عدم ثقة من المسؤول وأنت مسؤولة في هيئة رسمية مهمة جدا لما يحضر إليك مواطن ويجد أمام أوهو أكيد أن كل مواطن المشكلة يراها على قدر إمكانيته في المشكلة السكن يراها مشكلة كبيرة وضعوة معقدة وحينما يدخل المكتب يجد من يستمع إليه وهو الذي سيحول له المشكلة أو على الأقل يعينه فيها المشكلة إمرأة كيف يتعامل المواطن الجزائري أولا المواطن الجزائري الحاجة التي يحبها هو الاحترام تحترمه كمواطن مهما يكون الفئة الفئة تعمل نتعامل مع مختلف فئة المجتمع الشيخ الشاب المرأة الفتاة الطفل كل واحد تخاطبه بالخطاب الذي يجب أن توجهه له ويجب أن تفهمه يعني حتى في الحديث عجوزة لا تستطيع أن تهدر معها كشاب مع أنه الإنشغال أنا قلت لك على حسب طبيعة الإنشغال يجب أن نتأقلم للإنترلوكوتور هي عمل بسيكولوجي هو عمل بسيكولوجي إداري بسيكولوجي إداري وإنسان كمسؤولة وكالأفراد الموظفين اللي عندي كونتهم بش يكونوا هكذاك ليس سهل أنك تتحكم في مواطن يجي في حالة إنفعال غضب شديد أو طفل مريض في حالة يرتالها وتتكفل فيه حيناً في الوقت المناسب ويخرج فرحان ويخرج فرحان يخرج فرحان صدقني يخرج فرحان أنا أني نفرح هذا الطفل أو هذا الشيخ أو هذا العجوزة خليني من المشاكل الإدارية المشاكل الإدارية عن علاقات مع إدارة التي تتواصل معنا ونشكر جميع المديريات المحلية للجهاز التنفيدي على مستولية الجزائر العاصمة التي تتواصل معنا بطريقة جدية صدقني أنه رح ندخل بلك في بعض النقاط أنه الإجابات نسترجعوهم في أجال جداً معقولة نعم كاين بعض الأحيان وين المواطن ما عندهوش حق هنا لي نقول لكاين عمل بسيكولوجي ما عندكش حق ما عندها ما عندكش حق قانوناً لأنه يجزم للمواطن الجزائري كين نرجع له الإجابة دستورياً نسمي تكون إجابة معللة نعم دستورياً عندهو الحق فرد في الإجابة المعللة إذا كان القانون ما يسمحلوش ما يسمحلوش وإذا كان القانون يسمحلو نحن رأنا هنا بها نتكفلوا بالإنشغال على حساب التشريع والتنظيم المعمول به وصدقني المواطنين كين نرجعو لهم الإجابة تحهم يرتاحوا أولاً كين ملفات قديمة تراكمات تراكمات قديمة متسعينات متمانينات خاصة في مجال العقار وخاصة في ولاية لها خصوصية الجزائر العاصي عندها خصوصية خاصة في العقار تسوية بعض الملفات التي تعلق بالعقار ملفات قديمة قديمة هنا هناك إنسان عنده 78-70 سنات 20-25 سنات هو من الإدارة الإدارة بلا ما نسمي رايح جاي ما عنده حتى استقبال ويجي يدفع الملف ونرجع له الإجابة تعرفوا هي دعوة الخير نحن نغضرها بالعمية تعرف هي دعوة الخير لنتلقوها وراك وشفتوا النماذج نعم وهي الصورة نماطية لعجائزنا أمهاتنا دائما دعوة الخير هذه هي نعم سيدة نبيلة بن سالم النقاش يستفيد وينحو بناء النقاشات مهمة حول الأدوار المنوض بالمرأة أن تتبوأها في المجتمع كأستاذة كمستشارة كقائدة بمؤسسة مهمة جدا لتكوين الإطارات كيف ترين الأدوار التي يجب أن تصل إليها المرأة الجزائرية في ذل الإمكانيات المتاحة سواء على مستوى تكوين هذه المرأة في حد ذاتها أو مختلف المزايا القانونية أو السياسية التي تمنحها الدولة أنا أقول أول حاجز يجب على المرأة قاسة الجزائرية أن تتخطاه هو الحاجز النفسي بينها وبين نفسها أن تصنع التغيير ونحن في برنامج أيدي التغيير وبها يمكن أن تصنع النتيجة يقال أن المرأة هي نصف المجتمع أنا أقول أنها هي المجتمع ككل لأنها هي تنجب النصف الآخر وهي سواء كربة بيت أو كمنتجة أو كمستثميرة أو حتى قائدة هي جميع الأدوار التي تقوم بها أدوار مهمة أنا قبل أن أكون مستشارة وقبل أن أكون أسدى أنا أم لثلاث أطفال وأنا كنت في وقت ما ربت بيت لكن رفعت التحدي ولا تزالين أكيد ربت بيت صحيح رفعت التحدي من البيت وبالمناسبة هنا أريد أن أنوه نقطة مهمة جدا أن المرأة حتى وإن كانت ماكثة في البيت يمكنها أن تكون منتجة وأن يكون لها دور فعال خاصة الآن نحن في زمن التكنولوجيا أو زمن مواقع تواصل الاجتماعي الآن النساء أصبحنا يعملنا من البيت أصبح لديه هنا مركات خاصة بهن من البيت مواقع خاصة بهن من البيت أنا شخصيا في وقت من الأوقات كنت أقدم تكوينات أونلاين يعني من البيت خاصا بسبب الظروف تالكورونا التي منعت كثير من النساء من التنقل أنا بعدما كنت أتنقل يعني من بلد إلى بلد سواء لملتقايات أو لتقديم تكوينات أصبحت محجوزة مثل أي امرأة في العالم في زمن الكورونا ولكن توجهنا إلى استثمار آخر وهو الاستثمار عبر النات والأونلاين إذن هناك فرص كثيرة فقط المرأة يجب أن تحسن اغتنام تلك الفرص الفرصة تأخذ ولا تعطى يعني هي التي يجب عليها أن تصنع الفرصة بالدرجة تصدم تصنع الفرصة نعم نعم تصنع الفرصة لنفسها لأنه هي الأساس وبها يمكن أن تصنع التغيير حولها المرأة إذا كانت خاصة نفسيا يمكنها أن تكون يعني متزنة سوية يمكنها أن تخلق ذلك الاتزان داخل الأسرة التحاب بتلي منطقة العمل التحاب نعم شكرا لك على كل هذه تفاصيل سيدة نبيلة سيدة شفيقة نقاط عديدة ومهمة التطرقات إليها سيدة شفيقة تتعلق بتحرير المبادرة للمرأة للنشاط والإنتاج من خلال نشاطكم الجمعوي أكيد تلتقون بنساء ماكيثات في البيت نساء لهن القدرة على تقديم الإضافة سواء لأنفسهن أو لعائلتهن هل تقومون بأيام تحسيسية وتوعوية للمرأة الحرفية المرأة المعكتبة بالبيت للمرأة الريفية قبل الإجابة عن السؤال حبيت نعطي توضيح صغير نعم أنه التنشئة الاجتماعية هي أهم شيء في أي مجتمع في العالم بهذا نستنتج أنه المرأة هي أساس كل مجتمع أساس كل خير وأساس كل شر هي توجيه هي المدرسة الأولى بما أنه المرأة الماكتبة في البيت هي أساس أي عمل هي أساس أي نجاح سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي وما إلى ذلك كيف ذلك؟ أولاً كونها ربة بيت رهي مسؤولة على أسرة إذن تعرف حس المسؤولية بما أنه عندها تربية لبنات وذكور معناها تعرف كيف تخرج الراجل وكيف تخرج المرأة نعم بما أنها راهي ما كيتها في البيت عندها عدة مسؤوليات راهي تقري وتطيب وتخسل وتقضي وتشري هذه أصلاً نراه تكوين بيش المرأة تخرج وتزاحم الراجل في كل مجالاته اللي كان يختص فيها الوحده وبتمكن نلقاه المرأة السياسية والمرأة اللي في الاقتصاد واللي راهي في الحماية المدنية واللي راهي تخدم 24 ساعة 24 ساعة كامو مريضة وهذه الأمورات حسبي أنه أخذتها أصلاً من أسرتها كانت أصلاً ممرضة في البيت اللي يمر توقف معاه وتقعد عند رأسه وتداويه هذه هي التنشئة الاجتماعية والأسرية للأسرة الجزائرية الناجحة فيها قد شيء واحد ممكن نقوله الجانب السلبي للتنشئة الاجتماعية أنه نحن على بلنا المرأة في أي مجتمع ما هي المسؤول الأول عن المحافظة على العادات والتقاليد وكذا سيرورتها وإعطاءها لأجيال وإجيال وتبقى في التاريخ وقد نتفق هنا جميعاً على أنها من أنبل مهام المرأة الحفاظ على هوية المجتمع هوية المجتمع وهنا نضح في نقطة التي هي التحفظ كما نقوله مثلاً أسرة محافظة وأسرة غير محافظة وإلى ما ذلك إلا أن المفهوم نقدر نقول غالط نوعاً ما بنسبية لأنه لما نلقى أسرة مثلاً ونصادفتها وننشطها في المجتمع المدني أنه في أسرة بنتهم جابت الباك تحصلت على شهادة الباكالوريو بامتياز وخوها طالب جامعي نعم خوها رفض قال لهم إذا هي تدخل الجامعة أنا نخرج نعم وهنا معضلة فالأسرة وش دير تسمح في الشاب أنه يحب دراسة ديالة والمشوار المهني وبالك يكون كفاءة من الكفاءات التي تستفيد منها البلاد أو أنها تتيح المجال لبنتهم وتكون مرأة فعالة في المجتمع وللأسف أنه البنت أصلاً أصلاً هي تنازلت على حق من حقوقها في التعليم العالي وأنها تكون مرأة فعالة في المجتمع وهذا سامحني يرجى للتنشيئة الأسرية لأنه لو كان فيه مفهوم آخر النقطة مهمة جداً تحيل لي ما أفتحته في دفة نقاش إلى سيدة مونيا إلى مختلف العرقيل التي تواجه المرأة من أدوارها التقليدية إلى دورها كمستطمرة واقتصادية كمرأة دخلت لعالم المال والاستثمارات أكيد أنه كان فيها عندك أفكار لهذا العالم بأنه عمل عالم صعب يتطلب فيه إمكانيات خاصة وتحديات شخصية خاصة أحكينا على مختلف المشاكل التي قد تكون واجهتها في انطلاقك من مشروعك من الفكرة إلى التأسيس شكراً سؤال كما نعرف المرأة الجزائرية هي المرأة المناظلة المكافحة المجاهدة التي واجهت ورفعت تحديات وبهذا الكفاءة قدرت تتكون نفسها المرأة كما قلت الفكرة هي كانت فكرة إن شاء فكرة صغيرة وكبرتها في عراقيل في صعوبات كمرأة يعني ودخلة مجال الرجال المرأة لازم تكون عندها سابخوب بخصوناليتي فكالسوا فغير موفق دو بخصوناليتي ولازم تكون يعني ديترميني عبلها وش الهدف وين رايحة يعني أهدافها محددة بخارة طريق واضح أهدافها محددة مهما يكون مهما يكون الأبستاكل الصح ومجال مجال صعب مجال يعني يقولوا كان كان متخصص للرجال لكن اليوم هو مجال نجد فيه النساء في صاحبة شركات في مختلف المجالات حتى تطوير الفكرة يعني شاهدنا فيه كثير من أحيان بالنظر إلى مختلف المزايا التي تمنحها الدولة أن حرفيات تحولنا من حرفيات بسيطات إلى صاحبات شركات مصغرة واليوم نقول بالك الحمد لله كان فيه مثلا في المجال تعني هو المجال صناعات صيدلانية فيه وزارة لترافق وتوعي وتحرص على النشاط وفيه وفيه كفكرة مثلا الاستغطاب اليوم فيه وزارات اللي ممكن منها تقدر ترافق نفس الشيء لأنه باش الجامعي مثلا يحب يروح المجال للانتبخوناريا مش حيودر وقته مش راح يودر مثلا القرض اللي راح تعطهوله الدولة يعني فيه تغيير كبير وفيه تسهيلات لكن الشخص لازم يكون اللي حب يروح المجال سوى مرأة ولا رجل لأنه مجال ما فيه فرق لأنه تدخل نهضره اقتصاد ورح يعني في الأيكونامي هذا هو الأبجيكتف ناشيونال هنا لازم يكون الشاب والشابة متأكدين من الفكرة ولازم يكونوا محضرين نفسيا أنه راح يكون فيه صعوبات لكن سي نتأكدين متأكد من نفسه ومن شخصيته واتق من نفسه يعني ممكن يروح ويحقق مجالات نعم وهو دائما ميزة المرأة الجزائرية المعروفة بقوتها وصلابتها لدى مواجهتها لمختلف الصعوبات مشاهدنا الكرام ونحن نستكمل هذا النقاش حول دور المرأة ورهانات التي ترفعها نتابع هذه هذه الآراء لمواطنين قابلناهم في بكتب وسيط الجمهورية لولاية الجزائر العاصمة موسيقى 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 ونحن قابلنا موسيقى لنحن نفتح لأن ترسل لا يوجد المرأة لنحن نحن 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 نوضع الملف عند سيطة المندوبة في وسط الجمهورية أرى أن الشباب عندنا استثمار وعندنا واحد العائق بين ثلاثة وزارات نسكن عند الناس وهذه الناس مهديني وهو عندي حتى براوات روح ليم قلت له معليش ما تعطونيش أنا يعليش فهموني بك الواسط هذه نورمة محلية واستقبلتني أن هذا هو الصح استقبلتني وعايتة المديريات لكن الحياة اللي منتون هذه هي دارة المجهود تاحها وما أقول أنا مانيش من السكتير تاحها إذن تابعنا هذه الانتباعات للمواطنين والتي رصدناها في مكتب وسط الجمهورية بولاية الجزائر العاصمة سيدة جازية هي نماذج لمختلف المواطنين التي تتوافد على مكتبكم يوميا لنقل انشغالاتهم المختلفة رصدنا أن في الانتباعات مختلفة من ملفات تتعلق بالتزود بالماء إلى السكن إلى الشغل وصولا إلى الاستثمار كيف تتعاملون مع هذه الانشغالات يوميا المواطن فيها أحد المواطنين قال بأنه لم أقصد مكتبكم أنكم قمتم بإجراء الإجراءات لازمة لكن المشكل لم يحل أكيد أنه فيه متابعة لمثل هذه الملفات كيف تعملون يوميا لمتابعة هذه الانشغالات لاحن هنا نحدد نقطتين أنه كما قلت لك الواحد يكون متمكن عنده رازانه لأنه ضغط كبير يوميا يكون مهيئة لهاد المهمة هدية يكون مهيئة نفسيا قلت لك كل يوم لدينا عدد كبير من المواطني نستقبلوهم مشاكل مختلفة لذلك نسعى باش نتكفلوا بها بطريقة موضوعية ما عندناش هو طريق تعمل منظمة جدا ورأكد طلعت على تنظيم دقيق إلى أدق تفاصيل يرتكز هنا على رقمنة مختلف الملفات بطبيعة الحال مع العدد الهائل للمواطنين والعرائد جاءت لي رقمنة البروسيس ومن هذا المنبر نحن وكل الموظفات التي شهدنا ووقفنا على عمليهن رقمنة رقمنة ساعدتني لأنه كما قلت لك مقبيلة تنظيم النظام رقمنة ساعدتني باش نتحكم في العدد الهائل للعرائد الواردة وما عندناش بارك المواطنين اللي يجو نستقبل مع العرائد عن طريق البريد الإلكتروني كما لاحظوا ونستقبل العرائد عن طريق البريد الوارد دوك عندنا تلت مصادر اللي يتلقي العرائد وسعينا باش المواطن ما نتعبوهش علاقوا لك نسعو لراحة المواطن انه يجيب الميل افتاعوا كيتلحقوا الإجابة حالا نتصلوا به ولا نبعته عن طريق البريد الإلكتروني اللي عندنا جميع طرق التواصل رقمنة عن الأعلام الأهلي دونك التكنولوجيا سمحتنا باش نسيروا نسهلوا طريقة العمل عندنا الاندباط والإكزاكتتوت دون 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 أيضا كما شفتوا نستقبلوا بعض المواطنين لي يجو من ولايات واحد أخرين نعم وهذه خصصية الجزاء العاصمة هذه خصصية علاقوا لك المهمة تقيلة تقيلة أولا نتعاملوا كيين مواطنين لهيئات المديريات اللي عملوا فيها المشاكل تحم مستوى الإقليم ولاية الجزائر كما شفتوا هنا تاني كنت تكفلوا بهم ما يمكنش أنه مواطن عنده مشكل كان قاطن هنا في ولاية الجزائر ولكن كان عنده مشكل محلي خص ولاية الجزائر وقعد نقوله راح لماذا قلت لك استرجاع التيقة لأنه صح نعملوا باش نسترجعوا التيقة نستقبلوا عدد كبير العامل الثاني أنه الملفات اللي ما نحلهم مشا على المستوى المحلي نرسلوهم كما وضحت لكم الإدارة المركزية لوساطة الجمهورية المسؤولة لها سيد سيد براهيم الراد اللي نتواصلوا معهم شكل يومي لك أرانا نتعاملوا أوناما أوناما يونفال دوك عندنا مشاكل نرسلوهم الإدارة المركزية اللي تتكفل هي تانيك بمشاكل اللي متعلقة على المستوى الوزارات وصدقني وين الأمر بطريقة بطريقة صديق نتعامل بطريقة وين المواطنين يحسروا مرتاح على المستوى المحلي أو المستوى المركزي في المستوى المحلي كما تفضلت وقلت كلش محدد وعندي المواطفين تاعي كل واحد عنده المهمة تاعه وقلت على المشكلة ونحن لاحظم في المحل البصر نعم ولاحظنا أنه مختلف الانشغالات تصيقهم من أبسط انشغال إلى ملفات تقيلة على غرار ملف الاستثمار سيدة مونيا أنتم كمستثمرين تشتغلون في قطاع مهم جدا في الصناعات السيدة لني أكيد أنه تصطدمون مع حالات عراقيل مشاكل كيف تتصرفون في هذه المجالات وهل تفكرون مثلا في النافذة الجديدة التي فتحت الدولة منصب وسيط الجمهوري لحل هذه المشاكل يعني فيه مشاكل أولا مشاكل اللي ممكن يكون يعني وعشناهم هي منتوج مصنع في الجزائر هذا أول إشكال لأنه المستهلك مثلا عندنا الصيادة الصيادلة لفاماسي دائما نحن في نقطة ثقة ثقة المواطن في المسؤول وفي المنتوج وفي المنتوج هما مثلا منتوج مستهلك يشوف نفس الشيء نفس المنتوج سواء يعني العلبة ولا البرودكت نفسه في داخل يقول لك منتوج جزائري منتوج أجنابي مش أجنابي يعني هذا كان عندنا هذه أول صعوبة اللي كنا نواجهوها سواء على المستوى المستشفيات ولا المستهلك لكن الحمد لله مثلا هذا كان محل نقدرنا نقنع نقنع عن طريق الجودة عن طريق يعني هنا برهنة بالليك ما كانش فرق يعني كله معايير كله سولان لنغم انترنسونال حسب المعايير الدولية وفيه مشاكل يعني مشاكل يعني تعكو اليوم يعني صراحة احنا عنا اليوم نعودها يعني عنا وزارة اللي شبديغ تخي غي اكتيف يعني اللي تشوفوا غيالما يخدم سلان دي كونديسيون صراحة ما نشايفين فيها عراقل يعني نقولها اليوم وكونتخار راهم يشجعوا راهم يشجعوا المنتوج الوطني وراهم يحبسوا ويوقفوا يعني ديفينيتيفما للمبورتاشون تاعل المواد اللي منتوجها في الجزائر منها أولا لتشغيل لكثروا من يد العاملة يسمح تشغيل يد العاملة كم عدد العاملية لديت خمسة بديت خمسة بديت خمسة معظمهم كم عدد النساء نقدر ماشي معظمهم يعني حوالي وحد عشرين أبا بخمسة عشر أنتر كينز وفين فام وكفاءتهم في مستوى كفاء الرجال في هذا الميدان سيدة كاين اللي شغلوا في المصنع وكاين اللي إطارات عندي في الشركة اللي عندهم مسؤوليات يعني تخي سنسيبل سواء في الكنترول سواء في يعني اليوم عندنا وزارة اللي يعني تصهر وتخدم باش كله يعني كل المنتوج رح يكون مسوق يعني معايير وهي تشجع وحب ستقول لك اليوم ما رحقنا ويشجعوا لالبخوديكسون باش نقصوا من فتورة الاستيراد يعني صراحة فيه تغيير تغيير كبير تغيير موجود لاحظنا ذلك من خلال تسهيلات التي تقدمها وسط الجمهورية للمستثمرين في منحة ترخيص وإلى غير ذلك من المشاريع سيدة نبيلة تحذرنا مع النقاش والنقاش ينحونا إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة الكفاءة لدى المرأة الجزائرية بالنظر إلى أنك مدربة دولية ولك أكيد فكرة عن ما هو موجود على الأقل إقليميا ودوليا وحتى إفريغيا عن كفاءة المرأة والنساء كيف تجدين كفاءة المرأة الجزائرية وما الذي يمكن أن تقدمه سواء لمجتمعها في مختلف المجالات سواء في السياسة أو في الاقتصاد وفي التربية وإلى غير ذلك من المجالات نعم قبل فقط أن أجيب على السؤال أنا من الأشخاص الذين يحبّذون دائما المنتج الوطني جميع الأشياء التي أبحث عنها إذا لقيتها مصنعة في الجزائر أقتنيها بدون أي تردد هذه قناعة شخصية وهي ثقافة نرجو أن تسود مختلف وتدخل ضمن ثقافة المواطنة كمجتمع بالنسبة للمرأة الجزائرية ومدى كفاءتها أعتقد أن هذا الأمر معروف جدا لأن المدرسة الجزائرية تخرج لنا إطارات سواء شباب أو رجال أو نساء كفاءت بمستوى عالي والدليل أن الدماغ الجزائري للأسف مطلوب في الخارج سواء في جميع المجالات ولكن المرأة أيضا عندها عنصرين مهمين يجب أن يكون دائما معها أولا هو التكوين الكفاءة وحدها نعم مهمة جدا ولكن يجب أن تؤثر وأن توجه وأن تكون لأنه لازم يكون هناك جزء تابع لها وهي الاستمرارية مع هذه الكفاءة فكفاءة وحدها بدون تكوين وبدون أن يكون هناك استمرارية بمعنى الحصول دائما على النتائج المرغوبة والمرجوة ما نقدرش نقوله أنه يمكننا أن نستفيد منها لذلك أنا أقول أن وعي المرأة بالتالي وعي المجتمع بالتالي وعي الأمة الكفاءة تحتاج إلى تأثير تحتاج إلى التكوين نحن كمثلا كمؤسسة نريد أن نستثمر في المرأة الدبلوماسية لما لا؟ لأنه مهم جدا أن يكون للمرأة دور ليس فقط وطني وإنما حتى إقليمي ودولي بدلل أن هناك أيضا إتفاقية حتى مع منظمة دولية التي الجزائر كدولة عندها شاركت معها بتالي نريد أن يكون هناك هذا الحضور الدولي للمرأة وهذا ربما حتى الإقليمي والإفريقي لكن فقط يكفي أن توجه تؤثر تكون ثم بعد ذلك يجب أن تكون دائما هناك استمرارية نقاط مهمة جدا التأثير والتوجيه سيدة شفيقة وأنتم في الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني أكيد أن المرأة تحظى بمكانة مهمة في الاتحادية أكيد تقريبا كل إطارات الاتحادية نساء وهذه كما يقولون صدفة أو مفارقة بالنسبة للاتحادية أخرى بالإضافة إلى كون رئيس الاتحادية في مكتب ولاية تيزيوزو نرفع عدة تحديات لأنه إحنا كمجتمع مدني أوكلت لنا مهمة كبيرة خاصة مع القوانين الجديدة التي جاب بها الدستور الجزائرية الجديدة الذي يعزز مكانة المجتمع المدني وحضوره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقافية وهو كذلك وهذا شيء جيد ونشكر عليها السلطات وكل الناس المعنية والتي ساهمت في إثراء الدستور والتي منحط لنا هذه التراخيص أو التسهيلات لأنه الآن الاتحادية الوطنية لمجتمع المدني تسعى أن تكون حلقة توصل ما بين كل الفئات الاجتماعية والإدارة لأنه كل المشاكل الموجودة في كل القطاعات جاي من غياب توعية أو معرفة المشروع أو معرفة القوانين اللي تخدمك ولا اللي راهي ضدك إذا من حقك ولا ماشي من حقك إذا مسموح لك أو كيفاش نرده شيء هذا مسموح أيضا لأنه نسعى أيضا إلى بلورة وتطوير بعض القوانين من خلال دراسة المجالات الاجتماعية ما هو المطلوب منكم كذلك بلورة وصناعة الوعي أكيد هذا المهام الأول هذا المهام الأول ومنه ممكن أنك تطور وتعطي فكرة للمشرع الجزائري وينراهي تغارات تهد القانون ولا أين مع تطور الاجتماعي دوك الجزائر تألف وتسعمية وتسعين ولا تسعة وتسعين ما رايش الجزائر تألفين واثنين وعشرين بتأكيد حتى المرأة الجزائرية تأستينات ولا سبعينات ما رايش المرأة الجزائرية تألفين واثنين وعشرين إلا أنه رانا نحاولو نديرو بمشاركة تكوين المهاني نديرو دي فورماسيون تكوينات دورات تكوينية دورات تكوينية للمرأة الماكية للبيت حسب القطاعات الخادمة والبناءة للولاية خصوصية المحلية للولاية نعم شكرا جزيلا لكل هذه التفاصيل سيد أجازية النقاط النقاش ينحو بنا إلى مسألة مهمة جدا أظن أنها في صميم عمالك وهي مسألة فهم القوانين وكيف يعي المواطن مختلف بالقوانين أنت كمسؤولة بوساطة الجمهورية أكيد أن الكثير من الأحيان المواطن يجهل القوانين وفحو القوانين ويضيع حقه أحيانا لا يعرف أين هو حقه من حق غيره كيف تعملون على إيصال مختلف هذه المعطيات للمواطن الذي يقصد بابكم بالنظر إلى طبيعة المواطنين الذين يقصدونكم والذين هم من كل المستويات يعني تتعاملون مع المواطن البسيط ومع المواطن الإطار وحتى الدكتور هذا ما لاحظناه على مستوى المديري على مستوى الوساطة عندكم بطبيعة الحل كما تفضلتم في الجنب القانوني كان مشابتل يجونا وين كان تعدي على الملكية هذا مثال تعدي على الملكية بين جيران بين تعدي على المستثمرات في الحيان بين نأف الغير هنا يتعدي على الملكية ويبني نعطيك مثال كي الناس يشيدوا بناءة فوضوية على مستوى مستثمرات في الحيان نعم ويحوز يدير نشاط اقتصادي فوقه نعم وجونا مشاكل من منطقة في الشرق العاصمة هو عدة عدة متعمين اقتصاديين شيدوا يعني يكونوا ضخوا أموال شيدوا مؤسسة صغيرة مؤسسة صغيرة وكملوا قاعدة الإجراءات ولكن هو ما على بالوش باللي هذه المنطقة هي منطقة زراعية مستثمرات زراعية ورحشيد فيها كي يجي القرار بالغلق هو ما يتقبلهاش وكنت طرحت عليهم السؤال إذا هذه منطقة نشاط صناعي ولا مستثمرات في الحياة يقول لك أنا ما على باليش هنا اللي قلت لك مقابل نوضحولهم نعم ودخلت في الإطار القانوني نوضح له الموقع بتاع المنشأة تاعك خاطئ نعم وكي ينوين تعدى بين الجيران كين جيران يتعدى والجيران هنا نصل الإدارة المحلية على المستوى المحلي أو صدقني توضع حد لهذا شيء هذا نعم توضع حد كين اللي يبني يتعدى على الملكة عجارة ويبني يبني كي يدخلوا على المستوى المحلي للإدارة البلدية والولاية المنتدبة نعم مهمة صعبة لكن بالإرادة كل شيء ممكن سيدة جزئية صعبة ولكن أنا لقدane لك نروح بحكين حلو المشكل مهما مهما يكون النتيجة يتقبلها نعم المعني بالأمر أكيد سيدة جزيية سيدة مونيا شاديك سؤال أخير لك كيف طرينا مستقبل المرأة المستثمر في الجزائر مع هذه الجزائر الجديدة ومع التغيير أن نشجع المرأة أن تلتحق بالمجال المقاولي الاندوستري الناسيونال لكي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني الجزائري سيدة شافيقة مستقبل المرأة في المجتمع المدني مستقبل المرأة في المجتمع المدني ونشوفه مستقبل زاهر لأنه الحمد لله أتيحت الفرصة كبيرة للمرأة الجزائرية بالانخراط في الجمعيات الفعالة وكذلك بإشراك كفاءات وتكوينات لأنه مثلا عندي في الاتحاد في مكتب الولائي التي تزيزوه ما يمكن ليش مثلا أني يكون عندي مكلف على المستوى الولاية للاقتصاد والاستثمار والمهن الحرة واللي راح يكون استشاري للمواطنين ويعمل حلقة وصل وحتى أنه نتابعوا لمشاريع تهدي الناس أنه ما يكونش تكوين في هذا التخصص إذن أنا مع الكفاءة التكوين ويكون إن شاء الله المرأة الجزائرية مستقبل زاهر نعم سيدة نبيلة بن سالم أي أدوار طرينها تليق بالمرأة الجزائرية بالنظر مع حقاقته ومختلف الإمكانيات التي تتاح لها بالنسبة للمرأة حضور وطني لديها حضور كبير لكن الحضور الدولي نتمنى أن يكون أكبر خاصة في الهيئات الدولية المعروفة وأن هذا هو الهدف أن نركز أن تكون هناك إمرأة دبلوماسية كفاءة جزائرية دولية نعم سيدة جازية التعاملين مع المرأة الجزائرية في مختلف المجالات أي تصور ترينه لدور المرأة الجزائرية في المستقبل أولا ننرح أبعد من الفكرة نقول باللي الوطن يحتاج لجميع الفئة الرجال أو نساء علاقة كاملية وإن كل واحد يزيد في طرف الآخر شيء مهم جدا بالاحترام بالكفاءة وبالنوعية أيضا نسعى لتحقيق النوعية نعم وتحقيق النوعية بهدف الارتقاء بالوطن بهذا مشاهدنا الكرام نصل إلى ختام برنامج أيدي تغيير لهذا العدد الذي خصصناه لرهانات ودور المرأة الجزائرية في شهر مارس الشهر الذي تحتفيها المرأة بيومها العالمي وأشدد شكري لضيفاتي الكريمات بالأستوديو السيدة جازية تفليس المندوب المحلي لوسيطة الجمهورية لولئة جزائر العاصمة شكرا جزيلا لك على تربية الدعوة شكرا جزيلا سيدة نبيلة بن سالم مستشرة بمؤسسة غادة شباب الجزائر شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك سيدة أيت صدوق شفيقة رئيسة مكتب وليتي زيوزو في الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة سيدة مونيا شادي صاحبة شركة لصناعة المستلزمات الطبية أجدد لك الشكر على تلبية دعوة البرنامج شكرا لك شكرا لك كنا جميعا بهذا مشاهدة الكرام نصل إلى ختم فقرات البرنامج السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة